السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي علوم للصف الأول المتوسط رح نبدي إن شاء الله بمنهج الكورس الثاني أو الفصل الثاني من مادة العلوم الوحدة الأولى حناخذها علم الأحياء والتكنولوجيا رح ناخذ الدرس الأول طبعا هذا صفحة ستة مثل ما قلت لكم أشرت لكم قبل كم يوم قلت لكم النشاط الاستهلالي داخل هذا تقرونه تحفظونا يقول لك أكتب بنشاط استهلالي كيف نكبر صورة الأجسام هذه سبع نقاط حفظوها نجي على الدرس الأول المجاهر الضوئية وتطبيقاتها يالله عيني خلينا ناخذ الفكرة الرئيسة صفحة سبعة الفكرة الرئيسة يستخدم المجهر لتكبير صورة الأشياء التي لا ترى بالعين المجرد لها نوعان أساسيان هما المجهر الضوئي والمجهر الألكتروني نقول لك شون يستخدم المجهر لتكبير صورة الأشياء التي لا نراها بالعين المجرد لها نوعان نوع المجهر الضوئي والمجهر الألكتروني يالله عيني خلينا ناخذ المجهر وأنواعه زي لقد حاول الإنسان منذ آلاف السنين أن يطور قدرته على الرؤية بواسطة أدوات لتكبير الأشياء التي يراها وتزايدت الحاجة مع تقدم العلوم وزيادة المعارف وخصوصا علم الأحياء إلى تطوير أدوات وأجهزة تعطينا صورة مكبرة للكائنات الحية أو الأشياء الأخرى ومن هنا تم اختراع المجهر شون سؤالها؟ يقول لك كيف يتم اختراع المجهر؟ فهذا السؤال والجواب تخلونا بنقطين أولا أن يطور قدرته على الرؤية بواسطة أدوات لتكبير الأشياء التي يراها اثنين تزايدت الحاجة مع تقدم العلوم وزيادة المعارف وخصوصا علم الأحياء نقطين ذني كيف يتم اختراع المجهر ما هو أول من اختراع المجهر؟ كان أول من اختراع المجهر هو زاكرياس جانسد من هو أول من اختراع المجهر؟ وهو زاكرياس جانسد وهو صانع نظارات تعريفه وهو العالم الذي اختراع المجهر هو صانع نظارات وصنع عدد من العدسات المكبرة في إنبوب سطواني لحد هنا تعريفه زي إن الجسم الموجود بالقرب من نهاية الأنبو قد تم تكبيره أكبر من حجمه الحقيقي وبهذا خرج أول مجهر بسيط إلى الوجود فهنا منه أول من اخترع المجهر أقول له زاكرياس جانسي وتعريفه أقول له لحد هنا ثم صنع العالم الهولندي انتوني فان ليفن هوك منه العالم الهولندي فان ليفن هوك عدسات يمكن تكبير الأشياء 270 مرة وكان ليفن هوك أول من شاهد بعض الأحياء المجهرية خافيجي فراغات فراغ يقول له أول من شاهد بعض الأحياء المجهرية من هو فان ليفن هوك ليفن هوك زي أو يقول له ليفن هوك وهو أول من شاهد بعض الأحياء المجهرية بعدها توالت التطورات على تركيب المجهر إلى أن وصل إلى صورته الحالية هنا سؤال يقول لك لماذا تم اختراع المجهر هذه لما انقلت النقطين أولا يطور قدرته على الرؤية بواسطة أدوات لتكبير الأشياء التي يراها واثنيا تزايلت الحاجة مع تقدم العلوم وزيارة المعارف وخصوصا علم الأحياء نأخذ صفحة ثمانية يلا عيني نشوف صفحة ثمانية نقوم شوي نكبرها يلا مستوى واضحة زين المجهر هي أداة تعريف المجهر هي أداة تستخدم لتكبير صورة الكائنات الصغيرة جدا التي لا نراها بالعين المجردة لإظهار تفاصيلها الدقيقة لغرض دراستهم هنا أكو تعريف وبنفس الوقت تعليل تعريف عرف المجهر أقول له وهي أداة تستخدم لتكبير صورة الكائنات الصغيرة جدا التي لا ترى بالعين المجردة لإظهار تفاصيلها الدقيقة لغرض دراستها هنا تعليل يقول لك علل لماذا المجهر التي لا ترى بالعين المجردة أقول له لظهار تفاصيلها النقطة الأولى واثنين لغرض تفاصيلها الدقيقة وغرض دراستها تصل قوة التكبير لبعض المجاهر إلى ألفين مرة ويرمز لها بألفين أكس هذه تجعل شكل فراغات تسمى هذه الصورة التي تظهر في المجهر بالحقل المجهري هاي فراغات المجاهر أنواع منها المجهر الضوئي والمجهر الأليكتروني هناك أنواع أخرى مثل مجهر المجال المظلم والمجهر المتألق ومجهر الأشعة فوق البنفسجية والمجهر المستقطب والمجهر متباين الأطوار والمجهر التشريحي وكل نوع من هذه المجهر استخدامات خاصة سؤال يقول لك عدد أنواع المجاهر أولا أقول له مجهر ضوئي ومجهر أليكتروني بعد مجهر المجالي المظلم ثلاثة أربعة مجهر المتألق خمسة مجهر الأشعة الفوق المنفسجية ستة المجهر المستقطب سبعة المجهر المتباين الأطوار ثمانية المجهر التشريحي المجهر الضوئي سنأخذه يعد المجهر الضوئي أكثر المجاهر شيوعيا وأقدمه اكتشافا إذ يعتمد مبدع عمله على استخدام خصائص الضوء في تكبير صورة الأثثة وأظهار تفاصيله الدقيقة ويصنف إلى نوعين مجهر الضوئي بسيط ومجهر الضوئي البسيط ومجهر الضوئي المركب زي هسه شعبنا يقول لك عرف المجهر الضوئي أقول له وهو أكثر المجاهر شيوعا وأقدمه اكتشافا وما أساس عمل مبدع المجهر الضوئي أقول له مبدع عمله أولا استخدام خصائص الضوء في تكبير صورة الأجسام واثنين أظهار تفاصيله الدقيقة طبعا هذا ما أساس عمل المجهر الضوئي البسيط مثل ما قلت لكم أقول له يعتمد مبدع عمله على استخدام خصائص الضوء في تكبير صورة الأجسام وأظهار تفاصيله الدقيقة مثل ما قلت تعريف وشنه أساس عمل المجهر الضوئي نأخذ المجهر نوعين المجهر الضوئي نوعا المجهر الضوء البسيط والمجهر الضوء المركب المجهر الضوء البسيط هي أداة لتكبير الصورة يحتوي على منظومة واحدة من العدسات تتكون هذه المنظومة من عدسة مكبرة واحدة أو مجموعة عدسات مرتبطة مع بعضها فإن نظارات القراءة والعدسة المكبرة تعتبر مجاهر بسيطة هذه فروقات أو كلمة تعريفة فهذه تعريف المجهر الضوء البسيط مثل ما قلت لكم هذا أسس عمل المجهر الضوء البسيط قلنا استخدام خصائص الضوء في تكبير صورة الأجسام واثنيا أظهار تفاصيله الدقيقة خلينا ناخذ المجهر الضوء المركب يلا يعني هو أداة لتكبير الصورة تعتمد على منظومتين مختلفتين ومنفصلتين من العدسات المنظومة الأولى تتكون من عدستين أو مجموعة من العدسات يتم توجيهها نحو الجسم المراد تكبير إذ تكون صورة حقيقية مكبرة للجسم تظهر في المنظومة الثانية من العدسات والمنظومة الثانية تعمل على زيادة تكبير الصورة الحقيقية التي كونتها المنظومة الأولى تحصل على صورة مكبرة جدا تصل إلى ألف مرة أكبر من الجسم الحقيقي اللي هو ألف أكس فهنا المجهر الضوء المركب نقول له تعمل على منظومتين اذكر هذه المنظومتين تقولون المنظومة الأولى تتكون من عدستين أو مجموعة من العدسات والمنظومة الثانية نقولها على زيادة تكبير الصورة الحقيقية التي كونتها المنظومة الأولى ما هي ممن يتركب المجهر الضوء المركب من أجزاء ميكانيكية وأجزاء بصرية سؤال سؤال ممن يتركب المجهر الضوء المركب؟ من اثنين أجزاء ميكانيكية وأجزاء بصرية الأجزاء الميكانيكية تعداد القاعدة الذراع المنصة المنظم الكبير والصغير والقرص الدوار أما الأجزاء البصرية العدسة العينية والعدسة الشيئية والعدسة الزيتية ومصدر ضوءي والمكثف هنا عدنا الأجزاء الميكانيكية القاعدة هو الجزء الذي يستند إليه المجهر الذراع يمثل جسم المجهر ويحمل بقية الأجزاء المنصة جزء مسطح قابل للحركة في أكثر من اتجاهه وتثبت عليه الشريحة المراد فحصها عن طريق الماسك المنظم الكبير والصغير المنظمات تستعمل لإظهار الصورة وزيادة التوضيحة القرص الدوار قرص معدني دائري متحرك يحمل العدسة الشيئية فهذا شي يقول لك سؤال يقول لك من يتركب المجهر الضوءي المركب أقول له من أجزاء ميكانيكية وبصرية يقول لك ما هي الأجزاء الميكانيكية أقول له عددها وياها الشرح الأجزاء البصرية نعددها العدسة العينية والشيئية والزيتية ومصدر ضوءي والمكثة العدسة العينية هي عدسة مكبرة مثبتة في أعلى المجهة سميت بالعينية هنا تعلل علل لماذا سميت بالعينية؟ لأنها قريبة من عين الشخص عند فحص العين تبلغ قوة تكبيرها من 6 إلى 10 مرات هنا جواب هذا التعليل لماذا سميت العدسة العينية بعينية؟ أقول لأنها قريبة من عين الشخص عند فحص العينة تبلغ قوة تكبيرها من 6 إلى 10 مرات العدسة الشيئية هي مجموعة من العدسات تحمل بواسطة القرصة الدوار سميت بالشيئية أيضا التعليل علل نقول لأنها قريبة من العين المراد فحصها لأنها قريبة من عين الشخص عند فحص العين عند فحص العينة هنا نقول لأنها قريبة من العين المراد فحصها تكون مرتبة على القرصة الدوار حسب قوة تكبيرها 100x أو 40x و 10x العدسة الزيتية هي عدسة تستخدم لفحص التراكيب الدقيقة جدا بعد وضع قطرة من زيت خاص على الشريحة الزجاجية مصدر ضوئي يتكون من مصباح يمكن التحكم في شدة إضاءته المكثب عدسة تقع تحت المنصة تجمع الأشعة الضوئية الصادرة من المصباح قوة تكبير المجهر قوة تكبير العدسة العينية في قوة تكبير العدسة الشيئية هذه أجزاء صفحة 10 أجزاء المجهر الضوئي المركب أجزاء المجهر الضوئي المركب تعرفوها قلنا العدسة العينية أو القرص الدوار والعدسة الشيئية والمنصة ومصدر ضوئي والمكثب والقاعدة والمنظم الصغير والمنظم الكبير والذرع هذه أجزاء المجهر الضوئي المركب ما هو وظيفة القرص الدوار في المجهر؟ هذه وظيفة القرص الدوار هاته قلنا أقول لكم شوية الوظيفة القرص الدوار؟ نقول يحمل العدسة الشيئية هو شي يقول هو قرص معدني دائري متحرك شنو وظيفته يحمل العدسة الشيئية؟ هاي عيني درسنا اليوم وإن شاء الله نأخذوا إياكم على المحاضرة اللوغ مراجعة الدرس الأول صفحة دعش أنحلها وإن شاء الله التوفيق